اشتركوا في القناة فلما انتهت الصلاة أتى الإمام إليهما وسأل عن الأول وقال عليه إعادة الصلاة لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف فما رأيكم في هذا فبك رأيه في هذا أن الرجل الذي صف وحده خلف الصف ما وجود مكان له في الصف الذي أمامه صلاته باطلة لا سيما إذا رفع من الركوع قبل أن يتكون معه أحد فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع من الركوع فقد صحح بعض أهل العلم صلاته وقال إن هذا الرجل أترك جميع الصلاة مع الرجل الآخر الذي صافه فتصح صلاته لكن من نظر إلى حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فإنه يظهر من أن من كبر وحده بدون عذر فصلاته باطلة لأن تكوية الإحرام وكل ما كان صلاة شيخو لو كان ما يدري إن صف لا هو الواجب عليه أن لا يصف الواحدة حتى يتيق من الصف الذي أمامه كان وهو يأتي بس هو يصف ولا يدر لا بد أن يدر والآن عليه عادة الآن لا يزع عليه عادة لأنه أدر ما نقول به أنه جاهل أو أعلى ما نقول به أنه جاهل باركوة